نهاية عام وبداية عام وكنت بتكلم على إن مصر فيها تطوير كتير جداً حصل في هذا العام حاجات كتير جداً بتتغير تطوير في المؤسسات والهيئات وده السبب إنه حاجات كتير جداً تتغير للأحسن منها الخبر اللي جاي ده أعلنت وزارة الصحة إلغاء تسجيل الموليد والوفيات ورقياً يعني زي ما كنا بنروح كده نكتب يبقى عندي شهادت الميلاد الورقية عندي ابني فلان اسمه كذا أمه كذا أبو كذا وحيتم استبدالها بالتسجيل الإلكتروني خطوة مهمة جداً لكن لها تفاصيل كتير أكيد وأنا متأكدة أن أنتم حابين تفهموا كل التفاصيل دي وتعرفوها كمان المشروع ده حيبدأ يا ترى إمتى وتنفيذه حيبقى إزاي واللي عنده مثلا مولود اليومين دول يعني ناس اللي حيبقى عندهم موليد في هذا الأسبوع أو حتى قبل بداية السنة يعملوا إيه يروح يسجله إزاي موقفه إيه حيعمل إيه الفوايد كمان من هذا القرار خلينا نعرف مزيد من التفاصيل ينقلنا ليها المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة دكتور حسام عبدالغفصار مساء الخير يا دكتور مساء الخير فشبتي تحياتي لحبرتك ولمشاهدي حبتك يعني في ظل كل التطوير اللي بيحصل في حاجات كتير جداً في مصر منها هذا الخبر يعني قولي دلوقتي أنا حيبع عندي مولود حيتم تسجيله إزاي إلكترونياً فضل يعني في ظل توجيات سيد الرئيسة بالفتاح السيسي بي التحول الرقمي للدولة المصرية النهاردة الدكتور حسام عبدالغفصار وزارة الصحة والسكام بتعلن أنه انتهى عهد التسجيل الورقي للخدمات التي تقدم في مراكز الصحة كانت شهادات الميلاد شهادات الوفاق أو تصاريح الدفن التي يتم استخدامها في مكاتب الصحة النهاردة احنا بنتكلم على ربط مكاتب الصحة أو عددها أكثر من 1500 مكتب صحة بشبكة إلكترونية موحدة بالمركز الرئيسي في وزارة الصحة والسكام في العاصمة الإدارية الجديدة عشان أن المواطن بيروح عايز يطلع حيارة ميلاد بيروح يقدم المستندات اللي معاه سواء بقى حيارة أو بيان الولادة من المستشفى أو من المكان اللي تمت الولادة فيه أول ما بيقدمه بيتم تسجيل ده بشكل مميكن بالبيانات الخاصة بالأب والأم ويتم طباعة شهادة الميلاد المؤمنة على ورق مؤمن بيتم تسليمها وفي نفس اللحظة اللي أنا فيها رايحة أسجل أن أنا عندي بنت أو عندي ولدة ولده وبحق الاسم ده بيظهر في نفس اللحظة في الغرفة المركزية بوزارة الصحة والسكان المشروع ده هو مشروع كبير جدا تم بالتعاونة بين الغرفة الصحة والسكان طب السؤالي هنا أنا أقدر أقول لحضرتك وإحنا بنتكلم فيه كم مولود فيه كم لا قدر الله حد متوفق فيه كم شهادة وفاة صلعت فيه كم تطريح ده فيه أي خدمة أخرى بتتم في مراكز الصحة أو وحدات مكاتب الصحة اللي موجودة في ال 27 محافظة وإحنا بنتكلم نهار ده أقولك أنا عندي رقم قد كذا يعني فيها رصد سريع جدا يعني نقدر نعمل يعني على طول رصد سريع لما يجري في كل محافظات مصر يعني عدد الموليد اليوم في محافظات مصر نعرف الرقم على طول بالضبط يفهم طيب السؤال يعني دلوقتي الناس زي ما حضرتك شرحت كده الناس تتوجه إلى وزارة الصحة وهي تقوم بالتسجير الإلكتروني مباشرة مكاتب الصحة اللي هو متعودين يروحها بدل ما كان بيستنى ويقدم شاهدة ورقية ويقعد بيستنى الحالة ويطلع الشهادة وتتكسب البيانات بيتم تسجيلها في مكاتب الصحة في اللحظة على الحاسب الآلي وبيتم طباعة الشهادة في خلال مدة لا تزيد عن خمس دقائق خلاص ويأخذ الشهادة مدموغة مختومة ما فيش بقى أي إجراءات فيها روتين ولا بيروقراطية ولا أي شيء بالضبط يفهم ونفس الشيء ده بالنسبة في حالات الوفاة حيتم بالضبط كده لحالات الوفاة وتطريح الدفن وأسباب الوفاة حيث أنه يعني يطلع ده في مدة زمنية لا تزيد عن خمس دقائق ده شيء جميل خلينا نقول أنه الخمس دقائق تغير الكثير في مصر بداية من العام المقبل بإذن الله أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة زي ما بقول لكم هتلاقوا حاجات كتير جدا بدأناها وبننجز فيها بإذن الله